موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يهنئ سلطان بروناي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني موسيقى مصرى واربعة عشر مسلحا من ميليشيات الحوت الانقلابية والجيش الوطني يتقدم غرب تعز موسيقى دفاعات التحالف العربي تعترض صاروخين باليستيين للميليشيات الانقلابية على محافظة مأرب والجيش يشن هجوما في صرواح موسيقى من العنوين للتفاصيل بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني وقال رئيس الجمهورية في البرقية يطيب لي بيسبي وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة الدائمة ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق التقدم والازدهار رفع نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشداد برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لانتخابه رئيسا لليمهورية اليمنية وجاء في البرقية نهنئكم يا فخامة الرئيس بذكرى الحادي والعشرين من فبراير التاريخية التي هب اليمنيون فيها بإرادتهم الشعبية لانتخابهم أو لانتخابكم قائدا لليمن الاتحادي الجديد وهو على ثقته في حنكتكم لقيادة دفة الحكم باقتدار في هذه الظروف بالغة التعقيد التي يمر بها اليمن والوطن العربي ونؤكد لكم باسم الشعب اليمني العظيم بأننا سنظل معكم وتحت قيادتكم الحكيمة لتجاوز يميع الصعاب والأزمات والانتصار على القوى الظلامية وعلى قوى الإرهاب لنصل إلى اليمن الاتحادي الجديد تحت قيادتكم الحكيمة تلقى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم للتهنئة بالذكرى السادسة لانتخابه رئيسا لليمهورية وأشار إلى أن الشعب اليمني منح الثقى لفخمته في الحادي والعشرين من فبراير 2012 في تظاهرة ديمقراطية حضارية جاءت بينما كانت اليمن تمر بمرحلة سياسية خطيرة ومنعطف تاريخي صعب وبإجماع القوى السياسية والمكونات القبلية والاجتماعية والمدنية وبدعم إقليمي ودولي ولفت إلى أن اختيار الشعب للرئيس هادي مثل بداية لعملية التحول نحو مرحلة انتقالية توافقية أفضت إلى الحوار الوطني الشامل الذي رسم فيه شعبنا بكل مكوناته خياراته الوطنية وأسس بناء مستقبله والمضي نحو دولة اليمن الاتحادية المدنية القائمة على المساواة والعدالة في السلطة والثروة بعث رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر حسين السقاف برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس اليمهورية بمناسبة الذكرى السادسة لانتخابه رئيسا لليمهورية اليمنية في الحادي والعشرين من فبراير الفين واثنى عشر وأشار السقافلة أن الحادي والعشرين من فبراير يشكل يوما تاريخيا وتحولا كبيرا في تاريخ اليمن الجديد بعث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواسات لكل من عدوان وإياد وفواز وذيزا محسن البدهي عزهم فيها بوفاة والدهم المناظر الوطني عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بمحافظة الضالع محسن محمد أحمد البدهي والذي وافته المنية في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني وأشهد رئيس الوزراء بالأدوار الوطنية والخيرية التي قدمها الفقيد البدهي باعتباره أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية الكفؤة والنزيهة والتي قدمت عصارة جهدها وعطائها سواء لمنطقته الشعيب والضالع والوطن بشكل عام وقال الرئيس الوزراء برحيل المناظر البدهي خسرنا اليوم شخصية عملت بكل تفال في حل الكثير من قضايا الناس والنزاعات القبلية في محافظة الضالع وخارجها كما تبنى الإشراف على الأعمال الخيرية من مشاريع وغيرها وأبرزها طريق وكهرباء الشعيب وعبر رئيس الوزراء عن بالغ حزنه لرحيل هذه الشخصية الوطنية سائلا الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فزيح جناته ويلحم أهله وذويه واصدقائه ومحبيه عظيم الصبر والسلوان ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري مع قيادتي وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء في عدن استعداداتها لتأهيل شبكة الكهرباء لاستقبال الصيف القادم وفي اللقاء الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن وضم الوزير الميسري ونائب وزير الكهرباء المهندس مبارك التميمي ووكيل وزارة الكهرباء لقطاع المشاريع محمد عشال ومدير عام مؤسسة الكهرباء بعدن مجيب الشعيبي ونائب مدير عام مؤسسة الكهرباء بعدن لشؤون التوليد المهندس أمجد محمد تم استعراض الجهود المتصلة باستعدادات قطاع الكهرباء للصيف القادم والعمل وفقا للإمكانيات لتجاوز أي صعوبات واطلع الميسري على متطلبات قطاع الكهرباء في عدن ووجه الجهات المعنية بتوفير المتطلبات التي من شأنها تحسين تقديم خدمة الكهرباء للمجتمع والحد من انقطاعات التيار الكهربائي ميدانيا لقي 14 مسلحا من عناصر ميليشيات الحوث الإنقلابية مصرعهم في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني باللواء 22 ميكا واندلعت هذه المواجهات بين قريتي العدنى والشعابي في محيط قرية لوزم شرق مدينة تعز كما تمكنت قوات الجيش الوطني من تكبيد ميليشيات الحوث الإنقلابية عشرات القتلى والجرحى إثر تقدم الجيش الوطني إلى مديرية موزع غرب محافظة تعز بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي من قوات التحالف أسفرت عن تدمير تعزيزات الميليشيات وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش قتلت عناصر من ميليشيات الحوث الإنقلابية شرقي منطقة الهامل الجبلية التابعة لمديرية موزع بعد قصفها بنيران كثيفة لتسقط الميليشيات بين قتيل وجريح فيما لذا من تبقى منها بالفرار دمرت مقاتلات التحالف العربي معسكرا سريا لميليشيات الحوث الإنقلابية في محافظة دمار وأفشلت محاولة لنقل صواريخ باليستية من صنعاء وأفدت مصادر عسكرية بأن المقاتلات شنت أكثر من عشر ضربات يوية على معسكر سريا استحدثته الجماعة لتدريب مجنديها اليدود في منطقة قاع الحقل في مديرية آنس غرب محافظة دمار وبحسب المصادر فقد أدت الضربات إلى تدمير آليات قتالية وتجهيزات إنشائية في المعسكر الحوثي إلى جانب مصرع عدد من العناصر المسلحين لم يتم التثبت من عددهم على الفور وأفشلت ضربات أخرى محاولة للميليشيات لنقل صواريخ باليستية من مخزن في جبل النهدين جنوب صنعاء إضافة إلى معسكر تدريب في منطقة عمد في الضواحي الجنوبية لصنعاء بحسب ما أفادت مصادر محلية إلى مأرب فقد اعترضت دفاعات التحالف العربي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإنقلابية على محافظة مأرب من جهة أخرى شنت قوات الجيش الوطني في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب هجوما على مواقع الميليشيات الإنقلابية في التباب التي تسيطر عليها في أطراف المديرية ونقل مصدر محلية أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع تحتلها ميليشيات الحوثي غرب تباب البرة بصرواح وأشار المصدر أنه سقط قتلى وجرح من الحوثيين خلال الهجوم الذي انتهى بتطهير القوات أو قوات الجيش الوطني موقعا غرب تباب البرة وتأمينه وأوضح المصدر أنه تم صد محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي صوب مواقع بالمديرية ذاتها وتكبدت فيها خسائر بشرية لافتا إلى أن المدفعية دكت تجمعات ومواقع ميليشيات الحوثي غرب شمال سوق صرواح أحكمت قوات الجيش الوطني سيطرتها الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية المحيطة بمركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وقال قائد اللواء الخامس حرس العميد صالح قروش أن هذا التقدم الذي حققته قوات الجيش الوطني يمثل نقطة الانطلاق لدحر الميليشيات الحوثية من مركز مديرية باقم وتحريرها بالكامل مشيرا إلى أن مركز المديرية باقم هو الهدف القادم لقوات الجيش الوطني خصوصا بعد أن تمكنت قوات الجيش من تحرير مثلث باقم ما جعل مناطق آل صبحان وجبال أبواب الحديد تحت نيران الجيش الوطني والتي يأتي بعدها مباشرة مركز مديرية باقم في صنعاء حققت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في مديرية نهم الشرقي صنعاء بعد مواجهة عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية وقالت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني تمكن من تحرير عدد من التباب غرب جبل المنصاع بجبهة الميسر وكبد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح هذا وشن طيران التحالف العربي أربع غارات استهدفت مواقع الميليشيات الانقلابية في التباب السود بذات المديرية وأسفرت عن تدمير طقم ودبابة وعدد من العيارات التي كانت تستخدمها الميليشيات شنت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الانقلابية في أماكن متفرقة من محافظة حجة وقالت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بخمس غارات جوية مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريات ميدي وحرض وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية وتدمير أطقم عسكرية كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية لتحركات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية كعيدنا ووفقا للمصادر فإن الغارات أسفرت عن مقتل القيادية الحوثية المدعو يحيى محمد دير فضائل المكنة بأبو سلطان مع عدد من مرافقيه أفادت مصادر محلية في محافظة إبان ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية نفذت حملة اختطافات واسعة في مديرية الشعر وذكرت المصادر أن الميليشيات اختطفت عشرات الشباب من أبناء المديرية على خلفية عملية استهدفت عربة عسكرية تابعة للميليشيات الانقلابية أدت إلى مقتل وإصابة عدد منهم وكان مسلحون استهدفوا عربة عسكرية تابعة للميليشيات الانقلابية خلال الأيام السابقة أدت إلى مقتل وإصابة ستة من الميليشيات الانقلابية معارك مستمرة يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء وسط تكبيد الميليشيات الانقلابية الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد تخوض قوات الجيش الوطني منذ صباح اليوم الجمعة اشتباكات عنيفة مع ميليشي الحوث الانقلابية الإيرانية في مختلف جبهات القتال في مديريتي ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء المعارك على قدم نوساق في تطور وإن شاء الله في القريب العاجل سوف تتحرر البيضاء زي ما تحررتها شبوة ومارب ويحق لها أن تتحرر لأنها أول من قاوم الاحتلال الحوثي من يأتي بالفكر الخارجي على بلده طبعا هو معنوية تكون منهارة أمام المقاتلين هم انهاروا يعني معنويا وعسكريا ومادين انهاروا لله الحمد مصادر عسكرية قالت إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت منذ فجر اليوم الجمعة بين قوات الجيش الوطني والميليشية الانقلابية الإيرانية في محور أعشار تكبدت خلالها الميليشية قتلى وجرحى نحن هنا في المركوجة في جبهات القتال والمعنوية عالية والأبطال متواجدين والعدو منهار ونشكركم على زيارتنا لهذا الموقع نحن الآن في نحاية مديرية نعمان مطلين على مديرية الملاجم نحن هنا أتينا من أجل العمن والاستقرار والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات من عبث الميليشيات الكهنوتية تتار العصر رحلوا كوكبة من الشهداء من الساق من الساق وحتى هذه المتيرية على رسم والدي الشهيدة العقيد صالح مزيد بعيدة حكاية الكتيبة الخامسة والحمد لله أقمن المشوار الذي أستشهده من أجله وهو أول شيء الدين والوطن كما شهدت العيش موهبة اشتباكات عنيفة بالمدفعية التقيلة ومدافع الهاون فيما شهد محور المركوزة تبادل قصف بالعيارات التقيلة وأكدت المصادر وصول قتلى وجرح من ميليشيا الحوث الإنقلابية الإيرانية إلى مستشفى رداء بمحافظة البيضاء سقطت جراء قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع الميليشيا الإنقلابية في جبل بعارف المطل على منطقة فرحة مواجهات اليوم الجمعة أسفرت عن إصابة أحد أبطال الجيش الوطني كما استشد أحد الأبطال الميامين متأثرا بجروح أصيب بها قبل عشرة أيام في محور العيش ما معارك بطولية وأسطورية يسطرها هؤلاء الأبطال الميامين الذين يدودون عن الدين والعرض والكرامة ضد الميليشيا الإنقلابية الإيرانية الباغية لتحرير الوطن من سرطانها الخبيث كرمعكم من الخطوط الأمامية في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء رفيق السامعي ذكرى رحيل قائد خاض معارك حقيقية ضد التمرد الإنقلابية الحوثي الإيراني وشكل محورا أساسيا في مختلف الجبهات وخلد انتصارات بارزة للعيان ذاك هو اللواء الركن الشهيد أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابقة هيئة هيئتها قد حان مني الرحيل وحان للمجد أن يحكي لكم ذكرياتي وعن ذكرياتي بحثوا في جبهة المستحيل المستحيل الذي لم أعرف في حياتي واتفقدوا بالدقي وبزتي والفتيل وصبوا حمامها عليهم واترحموا عن وفاتي إلا قدره المكتوب في الوقت المعلوم سار اللواء الركن الشهيد أحمد سيف اليافعي راضيا مرضيا مؤمنا إيمانا مطلقا أن كل شيء بقدر سار متحملا مسؤولية تجاه دينه وأرضه وأهله ووطنه واجه الخطوبة والأهوال بكل ثقة وإرادة وإقدام غير آبه بها لأن هذا الرجل يحمل في جوفه قلبا يؤمن إيمانا مطلقا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مشوار طويل حافل بالملاحم البطولية المشرفة خاضه اللواء الركن الشهيد أحمد سيف اليافعي في مختلف المواقع والمناصب والمحافل والمعارك والجبهات خاض الحروب وانتصر وقاد الجيوش وكسر الأعداء وهزمهم فكر عسكري نافذ وفريد وخبرة قيادية وعملية من غبار الرحى وميادين الوغع هامة وقامة وقيمة وقمة شامقة أينما حل وارتحل قائد تتشرف الجيوش بقيادته وتفاخر الشعوب بملاحمه وبطولاته مغوار إذا غزى لا يعرف إلا النصر أو الشهادة وحين ناد المنادي حيا على الجهاد حيا على الوطن وجدها سيف الحزم فرصة تاريخية سانحة أن يختم هذا الستيني حياته بمواقف تاريخية مشرفة في لحظة صعبة من الزمن قل فيها من يجيب نداء الوطن فارتدى بدلته العسكرية اللائقة عليه وحمل بندقيته الناموس على كتفه وعصب رأسه بعمامة الحربي وركب الهيجاء في وسط العواصف واقفا يرنو ببصره إلى ثغور الأعداء فكانت البداية من عدن التي فكر ورسم وخطط ونفذ عملية تحريرها ترجمة نانسي قنقر وقاد عملية السهم الذهبي في واحدة من أنجح وأسرع العمليات القتالية الحديثة وانطلق بعدها نحو باقي المحافظات الأخرى واستمر العطاء والبذل والتضحية نحو تحقيق نجاحات وانتصارات جديدة فتقدم الجيش نحو الساحل الغربي وقاد عملية الرمح الذهبي حتى وصل إلى مدينة المخاء حيث لاقى ربه شهيدا في مثل هذا اليوم الثاني والعشرين من فبراير من عام 2017 كثيرون هم الرموز والقيادات العسكرية الذين يسجلون مواقف بطولية واستشهادية في الحروب والمعارك لكن سيفا خاض حربا ثم نصرا قاد سهما ثم رمحا ثم نصرا كان حقا له على التاريخ أن ينصفه وأن تدرس انتصاراته وملاحم حروبه للأجيال حتى تدرك وتعلم ما خلفه أجدادهم وآباءهم من تاريخ مشرف وتليد غسان أحمد المرشدي لقناة عدن الفضائية موسيقى اشتركوا في القناة رحم الله الشهيد أحمد سيف اليافعي إلى حضرموت مشاهدنا الكرام فقد تفقد محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج السالمين البحسن الخطوط الأمامية والينود المرابطين في جبهة وادي المسيني العسكرية والواقعة غرب مدينة المكلة عاصمة المحافظة وحي محافظ حضرموت أبطال قوات النخبة الحضرمية المرابطين وجهودهم مع كافة التشكيلات والأجهزة العسكرية والاستخبار التية واستبسالهم خلال تنفيذ عملية الفيصل النوعية ودكهم في أيام معدودة لحصن منيع تحصنت بها بقايا اليماعات الإرهابية المسلحة منذ سنوات طويلة يخططون وينفدون من خلاله العمليات الإرهابية التي كانت تنفذ في مدينة المكلة وعدد آخر من مدن حضرموت وثمن المحافظة الدور الكبير الذي لعبته قوات التحالف العربي والتي تقوده المملكة العربية السعودية من خلال التغطية اليوية والتي وفرتها أو وفرها نسور الجو الإماراتي وإسهامهما بشكل فعال في تحقيق أهداف العملية وسرعة إنجازها مؤكدا بأن قوات النخبة الحضرمية أثبتت جدارة فائقة وقدرة على تنفيذ المهام العسكرية النوعية ضد الجماعات الإرهابية بإتقان واحترافية تجعلها محل فخر واعتزاز لكل أبناء حضرموت ومحل تقدير واحترام لدى رئاسة الجمهورية وقوات التحالف العربي وكل الحكومات والشعوب التي تحارب الإرهاب وتسعى لتجفيف مستنقعته نبقى في حضرموت فقد زار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني جرح عملية الفيصل العسكرية من أبطال قوات النخبة الحضرمية والذين أصيبوا خلال المواجهات مع بقايا العناصر الإرهابية المسلحة في وادي المسيني غرب مدينة المكلة وثمن محافظ حضرموت الأدوار البطولية النبيلة التي جسدت في كل القادة والضباط والأفراد من مختلف التشكيلات العسكرية الذين شاركوا في إنجاح عملية الفيصل النوعية وأشار المحافظ إلى أن حضرموت تفتخر بهم وببطولاتهم وبكل ملاحم النضال والاستبسال والتضحية والفداء التي أفضت جميعها إلى تحقيق هذا النصر الكبير على قوى الشر والإرهاب وتأمين حضرموت من مكائدهم بالرغم ما تقوم به الجهات المختصة من عناية بجرح الحرب إلا أن ذلك الدور يظل قاصرا من نواحي عدة يترافق ذلك مع ما تعانيه المستشفيات من اكتظاظها بالجرحى ومديونيتها المتخلفة عليها للشركات الدوائية والمترتبة على حرب صيف 2015 إلى التفاصيل كثيرا من قصص معاناة تحتويها مستشفيات عدن التي تكبدت الكثير من هول ما رأت قصة البطل شمسان محمد علي إحدى تلك القصص التي تروى شاب في عقده الثالث انخرض في صفوف المقاومة وأسهم إسهاما كبيرا في عملية تحرير محافظة الضالع من الميليشيات الحوثية الإنقلابية تخص لعني نحن مقاومة تبع شلال يعني كنا نجم هجمات لما تحرر الضالع بدأت بتحرر ترييا لما قرحنا يعني بنا يعني تقول ثمانم مئة تحرر الضالع أنا الصبت حلاص إنه هو أني مستشفى قصيت نكن شهرين بغيبوبة والصبت هنا بالعمود نغاء تلقى حد شكاء في 2015 عندما بدأت الحرب يعني احنا نستقبل الحالات يعني على الدوام إلى يومنا هذا والمستشفى مليان جرحى حرب طبعا احنا تعاملنا اول ناس مع مركز الملك سلمان ويعني كمنا بواجبنا نحوهم والبارح يعني المغرب جددنا العقد معهم مستشفى صابر التي تواجه الكثير من هذه الحالات تعمل على تقديم خدمتها لهم دون كلل أو ملل ورحنا مستشفى صابر وحياهم ومسووا كل شيء اللي يقدروا عليه وما غصروا معنا احنا نقوم بعمل إنساني فقط أي جريح عندنا نحترمه ونقدره نقوم بهيبنا نحوه الإنساني والديني شمسان الذي يعاني شلال النصفي نتيجة إصابته في عموده الفقري بطلقة دشكة أطلقتها عناصر الميليشيا المتمردة على أبطال المقاومة الذي كان شمسان إحدى أفرادها إلا أن كل تلك الجهود التي بدلها البطل لم تشفع له فهو يعاني الإصابة ليأتي عدم الاكتراث ليزيد المأساة معاناة ما عاشي تواصلوا معي ولا أي واحد يقول لي وين شمسان إيش اللي حصل فيه بو إيش اللي وين وديه القرية عندما بيحس من الجهات المختصة أنه تقول تزوره هو أعتقد أنه الكلام على حالته يكون ربع العلاق يعني الجرحة لهم مشاكلهم أحيانا يعني يكون في تقصير عليهم من قبل الجهات الرسمية ونحن نعمل كل ما فيه وسعنا مع الجرحة ورغم ما يعانيه شمسان إلا أنه لا يبحث سواء عن علاج لحاله الذي أصبح ينذر بمستقبل مجهول يشوفوا حالتنا ويشوفوا إيش نشتير علاج ولا نشتير أي شيء وننصر إن شاء الله هذا الرسالة القيادة هذا ولا محد بتواصل إن شاء الله بتواصل معنا إن شاء الله الرئيس عبر ربع وحفظه الله ضحى بكل شي ما من شأن يعني على الأقل تحرير الوطن وتحرير البلاد من هذه مجهة الحوتي المشفى التي واجهت الكثير من الحالات المرضية والإصابات وعالجة الكثير من جرح الحرب هي أيضا تعالي من مديونية أتقلت كاهلها مع كبريات الشركات الدوائية من أول ما اندلعت الحرب كنا العالج جرح الحرب بشكل عام تسع شهور وإحنا العالج هم ولا واحد سلمنا من لهم واحد إحنا قدمنا على إرئاسة الجمهورية عند فخامة الرئيس عبد الرمان صور هذه قدمنا يعني مستناداتنا مع مرفقاتنا وكل حاجة يعني المعاملة تمشي إن شاء الله وإحنا أمننا في الله وفي حكومتنا إنها يعني ما تبخل علينا بحق الناس اللي اديناه في ظهورنا قصة البطل شمسان مع غيره من أبطال المقاومة التي ظلت حبيسة المشافي تنطرق اليوم لتعين إن دار مستقبل مبهم يدعو الجميع إلى سرعة التدخل لحل هذه المعضلة لبيت محمد علي لقناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن اختتمت بعدا فعاليات مشروع التمكين السياسي للشباب الذي انطلقت فعالياته في فبراير من العام الماضي وبمشاركة عشرين متدربا ومتدربة نظمته مؤسسة آلف باء مدنية أو مدنية وتعايش وبالشراكة مع الصندوق الوطني الديمقراطي تحت عنوان التمكين السياسي للشباب نحو السلام إلى التفاصيل احتفاء باختتام مشروع السلام الذي نظمته مؤسسة آلف باء مدنية وتعايش بالعاصمة المؤقتة عدن والذي انطلق مطع فبراير من العام الماضي أقامت مؤسسة آلف باء مدنية وتعايش حفلا ختاميا بهذه المناسبة تحت عنوان التمكين السياسي للشباب نحو السلام بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية حفل ألقيت فيه عدد من الكلمات تلخصت فيها أهمية هذه المشاريع المدنية التي تنفذها منظمات المجتمع المدني قدم فيها المشاركون تجاربهم ونشاطهم خلال فترة هذا المشروع ملخص ما تم استعراضه هذا اليوم من الدورات التي أقضت الشباب والشابات أو القوانب التوعية التي تم نشرها في المديريات في محافظة عدن كانت بصراحة مؤشر على نقاح هذه الدورة الحفل الذي تخلله مقطوعات موسيقية وفقرات غنائية وعرضت فيه فيديوهات تجميعية لأبرز أنشطة هذه المبادرات التي انبثقت من هذا المشروع مشروع التمكين السياسي بيستهدف عشرين متدرب قيادات الشبابية لمختلف الحزاب السياسية والمكونات السياسية في عدن المؤتمر الشعب العام، التقمع اليمن الإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني مكونات الحراكة الجنوية المختلفة بلإضافة للشباب المستقل الغرض الأساسي من المشروع أن الصراع السياسي بين الأحزاب السياسية والمكونات السياسية يحاول الشباب المنتمين لهم فكريا الإيجاد أرضية مشتركة تجمعهم مشروع التمكين السياسي لشباب الذي استهدف عشرون شابا وشابا يمثلون مختلف المكونات السياسية في العاصمة عدن تم فيها تكريم المشاركين على جهودهم في عمل هذه المبادرات المدنية لإحياء ثقافة السلام للحفاظ على النسج الاجتماعي والتعايش السلمي في هذه المدينة الحرب كانت آتار كثيرة وكانت أكبر آتار عانت مننا عدن هي آتار حمل السلاح نحن بدأنا نحارب هذه الظاهرة في هذه المبادرة وانتقلنا لبعض الظاهرات الأخرى طبعا أن نتشارك في مشروع زي كذا بالكبر هذا بالحجم هذا بالدعم مستوى الدعم مستوى الانتشار بصراحة كانت فرصة حلوة بالنسبة لي والحمد لله أن توفقت في القبول واقعنا كثير من الصعوبات هي عدم قبول بعض المسائل من المجلسة المحلية وصحفينا وغيرها بسبب الأوضاع بحكم أن المبادرة دحت اسم التمكين السياسي بخصة مع الأوضاع الحاصلة الآن بتمكين سياسي شوفوها حاجة كبيرة وقول وضع البلد مش مطمن لكن حد قاوزنا هذه الصعوبات بسبب تنسيقات الشباب المعي بالمبادرة لقناة عدن الفضائية وضع شليل عدن اطلع مدير مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي على سير أعمال تركيب خزانات مياه لكافة المدارس والمراكز الصحية بالمديرية والمقدمة من منظمة كير العالمية وأكد مدير البريقة الأهمية الكبيرة للخزانات في استمرارية الحصول على مياه الشرب النقية بتلك المرافق الخدمية الهامة مثمنا كافة الأعمال الإنسانية التي تقدمها منظمة كير في المديرية وسعيها المستمر في تقديم المساعدات الصحية والتوعوية والأمن الغذائي والدعم المائي لمديرية البريقة رافقه في زيارة رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بالمديرية محمد عبد الوهاب نايف نظمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب في مديرية الوادي حفلا خطابيا وفنيا لحرائر المحافظة احتفاء بالذكرى السادسة لانتخاب المشير عبد الرب منصور هادي رئيسا لليمهورية والذكرى السابعة لثورة الشباب الشعبية إلى التفاصيل مشاهدين الأكارم برعاية محافظة مأرب الوهاس سلطان بن علي العرادة أقامت حرائر سبا بمديرية الوادي حفلا جماهريا وخطابيا بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الحادي عشر من فبراير ونحن مشاهدين العزاء هنا وميكروفون عدن تجول في مديرية الوادي وأستطل عددا من الآراء مع المرأة اليمنية وما مثلت لها ثورة الحادي عشر من فبراير المجهيدة ومعنا الأخذ تعرف عليك سعاد أحمد سعاد ماذا مثلت لك ثورة الحادي عشر من فبراير أو بالأصح ماذا مثلت للمرأة اليمنية هذه الثورة والله الثورة الحادي عشر فبراير هذا كان يعني لنا الكثير كان يعني لنا النهي للمرأة الكثير من جهة الرأي من جهة التعليم من جهة كنبا ننطلق من شتة المجالات بس إنما انتقالبت علينا الحوثيين انقلبوا علينا بثورة بانقلاب غاشم نزلوا بهدف أنهم يشتغلوا غير اللي ينزلوا الجرعة وهم أهدموا الدولة ونزلوا وفردوا علينا الأسعار أخص من الأسعار الأولة وردوا اليمن إلى الجاهلية إلى عهد الإمام يعني رجعت اليمن أخص ما كانت من أول يعني بدأت الحوار وقلنا خلاص اليمن بات صلوحه اليمن بات زين اليمن بات كذا بالآخر إيش يجوا الانقلاب غيروا الثورات غيروا كل حاجة يشتوا يرجعون على عهد الإمام إنهي المناهج يشتوا يغيروها إنهو ديننا يشتوا يغيروه إنهو حكم حكم دستوري ما بش يعني ديمقراطية لا يشتوا حكم إمامه ولزال معكم مشاهدين الأعزاء ميكروفوني قناتي عدن يتقول هنا في مديرية الوادي وفي هذا المهرجان الخطابي الذي أقامته أيضا حرائر سبه هنا بمحافظة مارب ومعنا الأخت متعرف عليك أبرار مروان مروان صبر يوم نحن في الذكرى السابعة لثورة 11 من فبراير السؤال ماذا مثل لك هذا اليوم ذكرى 11 فبراير للذكرى السابعة هي الثورة التي قام بها الشباب بعدما أنهم ظلوا في السكوث 33 سنة وقتها عرف الناس بالظلم وقام ضد الظلم نحن الآن نجدد هذه الذكرى لنبين لهم أننا لازلنا على درب الشهداء إلى سائرون والجرحى وأننا لن نفوت هذه الثورة إلا بالنصر إن شاء الله إن شاء الله سنلتقي في محافظة صنعاء في ميدان الثورة بإذن الله منصورون بإذن الله إن شاء الله المرأة اليوم أحدثت تغيير خصوصا من بعد هذه الثورة ثورة 21 من فبراير برأيك ما هي أحلام وطموحات المرأة اليمنية اليوم؟ لأول أحلامنا أن بالنسبة للنازحين أن نحن نرجع لبيوتنا بإذن الله وأن النصر يتمل البلاد بشكل عام من حقوقنا كمرأة للتعليم يتطور التعليم في بلادنا يتطور من هذا النحو رسالة المرأة اليوم بعد ثورة 21 من فبراير الرسالة بأن الناس الذين لا ما زالت غافية في صنعاء بأن تنضم إلى مارب مارب فاتح المجال لجميع الناس برسالتنا كمرأة أن نحن واقفين ضد الرجال الرجال المقاومون في جميع الجبهات ونزلنا معكم مشاهدين الأحبة ومع ميكروفون عدن وحول الذكرى السابعة لثورة 11 من فبراير وما مثلت للمرأة اليمنية اليوم ميكروفون عدن تجول في محافظة مارب ومعنا أيضا الأخت نتعرف عليك؟ فاطم القادري ماذا مثلت لك ثورة 11 من فبراير أو بالأسف ماذا مثلت للمرأة اليمنية اليوم؟ ثورة 11 من فبراير أعطت المرأة كامل حقوقها فكانت في عهد النظام السابق يعني المرأة ليس لها حقوق ولا حريات لا لها حقا في التعليم ولا في أي مجال من مجال ولا أي مجال من مجال التخصصية يعني محرومة المرأة اليمنية من التعليم ومن كل حاجة ومشأل ثورة 11 من فبراير أعطت المرأة حقها وأخرجتها من الظلم إلى الحرية وطالبت بحقوقها وثورة 11 من فبراير لها دور كبير في حقوقنا فكنا هنا بنات مارب ما لنا حقوق لا جامعات ولا مدارس والحمد لله أنا الآن سنة رابعة في الجامعة من بعد الثورة وإلا ما كان يعني كان عيب عندنا هذا الدراسة في الجامعة والحمد لله الآن أنا مخلصة دراستي الجامعية من بعد ثورات الربيع العربي ما هي أمنية المرأة اليمنية اليوم؟ أمنية المرأة اليمنية إنها تشارك دورها مع أخيها الرجل في شتى مجالات المجالات السياسية والاقتصادية والتعليم وكل مراحل التعليم في اليمن يعني في كل مجالات التي تخص المرأة في الدول الأخرى يعني لهم كامل حقوقهم ونحن بذلك نطالب بحقوقنا كأي أمر أخرى في دول الخارج أو الدول العربية المتقدمة قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بجولة على مشروعات المركز المنفذة في محافظة مأرب تفقد خلالها مركز الأطراف الصناعية في مستشفى هيئة مأرب واطلع على بعض الحالات لأطفال فقدوا أطرافهم إثر تعرضهم لانفجارات الألغام العشوائية التي زرعها الحوثيون في المناطق الآهلة بسكان كما اطلع على كيفية صناعة الطرف وتركيبه للمصاب ووقف الفريق على مركز تأهيل الأطفال المجندي من قبل الميليشيات الحوثية وشاهد البرامج التي خضعوا لها من تأهيل نفسي واجتماعي وثقافي بالتعاون مع أسرهم كما زار الفريق مخيمي جو النسيم والميل للنازحين وما يقدم للمخيمين في مجالات الأمن الغذائي والمواد الإيوائية وصهاري المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وتم الوقوف على الاحتياجات الأساسية للأسر الجديدة النازحة من دمار وحصرها تمهيدا لتلبيتها وفي ختام الجولة قام أعضاء الفريق بتوزيع بعض السدال الغذائية والمواد الإيوائية على النازحين في المخيمين ضمن منافسات البطولة الرياضية التي انطلقت في عموم مدارس محافظة عدن تتواصل فعاليات بطولة كرة الطائرة والتنس للفتيات فيما اختتمت بطولة كرة القدم للتعليم الأساسي على مستوى محافظة عدن في ظل أجواء رياضية متميزة إلى تفاصيل تواصلا للأنشطة المدرسية اللاصفية احتضنت ثانوية زينب للبنات بمدير يدار سعد بطولة الكرة الطائرة وكرة التنس ضمن منافسات البطولة المدرسية التي تنفذها إدارة الأنشطة بمكتب التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن برعاية مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن من ضمن فعالية الأنشطة المدرسية اللي قيمة مكتب التربية والتعليم وفي ظل القهود الممدولة من هذه الإدارة التي أثبتت خلال العامين المصرمين دورها الفاعل على مستوى مدارس محافظة عدن من خلال تفعيل جميع الأنشطة اللاصفية ومن ضمنها هذا اليوم تنشين الأنشطة الرياضية الخاصة بالفيتيات والطالبات على مستوى مدارس محافظة عدن وعندنا فرصة طيبة أن يتم هذا الترشين في كافة مناحي الأنشطة الرياضية تنافس الفرق المشاركة والأجواء الحماسية عكستها الروح الرياضية التي تتحلى بها فتيات مدارس محافظة عدن قدمنا فيها نموذجا متميزا من خلال المستوى المنظم لهذه البطولة والذي عكس فيه مستوى التنظيم اشتعلت فيها ثانوية زينب بهتافات المشجعات لهذه البطولة كرة الطائرة وتينس الطاولة على مستوى محافظة عدن من ضمن خطة الأنشطة الطالبات على مستوى محافظة عدن همية الأنشطة في هذه داخل محافظة عدن تعطي مهارات وقدرات كبيرة في داخل محافظة عدن ونحن سعداء بهذه الفعاليات جدا لأنها تفرد لدينا طاقة إيقابية ونشاط وتخلق قوة من الحماس انه يخلي البنات يتعلموا حاجة قديدة ويعني ما كانش عارفين من قبل وتعلموا واستفادوا كثير حاجات وفي مديرية المعلة وتحديدا ملعب الفقيد باوزير اختتمت منافسات البطولة المدرسية لكرة القدم التي نظمتها إدارة الأنشطة الرياضية في مكتب التربية والتعليم برعاية مطاحن وصوامع الغلال وبمشاركة مدارس محافظة عدن للتعليم الأساسي وبحضور نخبة من القيادات التربوية وجمع حاشد من الجماهير التي هتفت طوال وقت المباراة وهذا النشاط أساسا يأتي لتفعيل الرياضة المجرسية التي عاشت فترة مع ما تمر به المحافظة من ركوت ختام متميز خاضت فيه الفرق المشاركة من طلاب التعليم الأساسي عكسوا فيه التنظيم المتميز لإدارة الأنشطة المدرسية ضمن خطة أنشطتها للفصل الدراسي الجديد بمشاركة ثماني منتخبات خاضت فيها بنظام المجموعتين الفعالية اليوم بالنسبة لنا مهمة لأننا نختم بها دوري كرة القدم على مستوى مديريات محافظة عدن للتعليم الأساسي طبعا نحن ملتزمون بمهام مسؤولياتنا في إدارة الأنشطة من خلال حرص أيضا قيادة المكتب ونأمل أنه دائما رسائلنا تصل إلى حيث نريد الختام الذي جاء بصورة من سيابية هو دليل على قيمة الأنشطة المدرسية في وجدان التربويون وترسيخها كثقافة في عقول الطلاب لتنتهي المباراة بفوز مديرية الشيخ عثمان على مديرية المعلّة بنتيجة هدف دون مقابل نحن نلعب هنا نشرف مديرية الشيخ عثمان نشرف المديريات الباغية ونتشرف بالأستاذين والمتدربين والرياضة إن شاء الله كل سنة تزيد في الرياضات نتمنى كل الفوز للمعلّة لتختتم هذه البطولة بتكريم منتخب المعلّة الذي حصل على المركز الثاني ليأتي بعدها تتويج مديرية الشيخ عثمان بكأس البطولة وسط أجواء تملأها البهجة والسرور اختتمت بصورة جماعية عكست فيها روح الإبداع الذي انعكس في هذه الصورة لقناة عدن الفضائية وضع شليل عدن نظم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب بطولة الحادي والعشرين من فبراير لكرة القدم على ملعب مدرسة الميثاق بالمحافظة بين فريقيا القادسية والنصر وفي البطولة التي أقيمت بمناسبة الذكرى السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الربو منصور هادي تغلب فريق القادسية على فريق النصر بهدفين مقابل إلى شيء بعد الأداء الكروي الممتع الذي قدمه الفريقين في المباراة كان هذا هو آخر خبر في نشرتنا ولمن فتته النشرة هذا تذكير بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يهني سلطان بروناي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني مصرع 14 مسلحة من ميليشيات الحسي الإنقلابية والجيش الوطني تقدم غرب تعز دفاعات التحالف العربي تعترض صاروخين باليستيين للميليشيات على محافظة مأرب والجيش يشن هجوما في صرواح إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى